بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مقرر الميكانيكا المواقع الثنين الدرس الثالث boundary layer المحاضرة السادسة هنا رح نعطي لمحة على boundary layer solution boundary layer exact solution رح نبدأ بها ثم نخلص نصلى الله boundary layer vonkerman solution أو approximate solution فهنا رح نعرض governing equations اللي هي continuity equation and boundary conditions فهنا عندي boundary condition أو حق التعريفات عند y u سوي 0 السرعة تسوي طبيعي 0 and v تسوي 0 وأيضا عند y المتناهي u تسوي capital u and u على dy تسوي 0 هنا حسب المعادلات عندي كم من مجهول اللي هما u and v عندي أيضا derivational x والy المعادلات هذه are complete non-linear partial differential equation فإذا هنا رح توجده في الانكسز حق الشابتر هذا الحل حق بلاسيوس solution وتقريبا عبارة عن صفحتين أو ثلاث صفحات باستعمال الرياضيات فهنا استعملني variable جديدة f وvariable جديدة اللي هي new الvariable هذهم الاثنين كونولي البالانسز هذهم ومن زي ما قلت الموجود الحل في الانكس تلقى انه numerical analysis نلقى انه delta أو boundary layer disturbance boundary layer يساوي 5x على جذر رينولد x وايضا نلقى انه tau تساوي 0.332 رو u تربية على جذر رينولد x هنا نقدر نستخرج منها قيمة cf اللي هي تساوي 0.664 على جذر رينولد x هنا الحل قلنا ايس باستعمال exact solution أو بلاسيوس solution ايضا الحل هنا باستعمال approximate solution أو vonkerman solution vonkerman يسوى راح يستغل على polynomial velocity profile أو velocity profile اخرى فمثلا هنا راح نعرض انه velocity profile تساوي كده فالwall stress wall share stress tau يساوي لي كده laminar flow results نلقى انه delta تساوي 5x على 0.48 في ايش في x على جذر رينولد x لو حذفت ال x من هنا ايضا cf تساوي لي 0.73 على جذر رينولد والcd يساوي لي 1.46 على جذر رينولد هنا سنلقى او نحاول اني نعمل comparison او الفرق بين exact solution أو بلاسيوس solution وايضا approximate solution لاجي هذا الكل ايش في الجدول اللي اللي لاجيه بعدين فالحل هذا الكل بالنسبة ليش فون كرمان solution او approximate solution وهذا حل بلاسيوس results او exact solution فمثلا لو اخذت الدلتة هنا تساوي x على جذر رينولد ونلقى هنا ايش الفرق بين هذو من الاربعة وهنا هو الرقم هنا خمسة وهنا اربعة تساعة واربعين خمسة اربعة وثمانين اربعة 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 ستين خمسة ثمانية واربعين فهنا بلاسيوس results و approximate solution او فون كرمان solution في فرق فقط في الرقم خمسة ايضا هذا الشيء نلقاه ايش في السي اف فمثلا هنا الرقم فقط هو اللي يختلف على حسب velocity profile ويختلف مع بلاسيوس results نفس الشيء ايش هنا بالنسبة للcd يعني انه الرقم يختلف فقط لكن شكل يعني شكل الحل يتشابه ولكن يختلف فقط في الرقم اللي موجود هنا هنا نكون خلصت المحاضرة هذه فقط هنا اود طرح السؤال متى يمكن استعمال حل بلاسيوس results او فون كرمان results او solutions هنا السؤال هذا يمكن البحث عنده في جميع المراجع المتواجدة او المرفقة بهذا المقرر يعني مقرر ميكانيكا المواعع اثنين السلام عليكم ورحمة الله